تصريح سابق قلت الفاسدون تسلقوا على أكتاف تشرين حسنا افتهمت أي فاسد شلون تسلق تشرين ما لها علاقة بصعود بعض الفاسدين اللي هم مترسخين بهاي الدولة تشرين منعطف مهم في تاريخ العراق كونها حراق شعبي واضح مطالب نشروع بده بشكل سلمي كانت ردة الفعل جدا سلبية من الدولة أدت إلى تعاطف عام الشعب مع مرور الوقت وبسبب قلة خبرة الشباب اللي موجودين استطاعت القوة السياسية أن تدخل في داخل صفوف تشرين لا بل أن خيم القوة السياسية وبعض الأجهزة الأمنية كان أكثر من خيم المتظاهرين طالت المدة تدري أكثر من تسعة أشهر إلى أن دخلهم في مسألة اختيار رئيس وزراء ووضعوا شروط وبالساحة وكذا منها التفاصيل هذا الشغل فهذا كله هي عملية ركوب للموجهة وتسلقهم وعلى صعيد أفراد كانوا معروفين بمواقفهم في وسائل التواصل بالإعلام تشرينيين حد النخاء الآن موجودين مستشارين ومسؤولين كبار وعقل مواقف مو بضرورة هاي مثلبة مستدسة بحزامة هو مو بضرورة هاي مثلبة يعني اللي العمل الاحتجاج قياسة للخطاب والمتبنيات والنقيد لا ما تلابا كنت ترى أن تتاح فرصة لناقد لمعارض بتنفيذ أفكاره هذه مو مو ما سوينه شي يعني تجيت بمواقب بك وبلنفس كذا ها سمع المواقب أقول هذا بعضهم صحيح يجوز صحيح أقول شناللي حققوا التشرين الآن الشباب هم مطارد وهاريب وكذا يعني جنابك تقول وآخرين يقولون إنه ماكوا رؤية سياسية واضحة تشرين أنا شخصيا مو بصفتي مقدم للبرنامج بصفتي الشخصية أختلف تماما مع هذا الطرح تشرين وضعت منهاج سياسي مكتمل وفيه مسارات وآليات مكتملة وضعته ومضت من يتبناه من يصدق به من يؤمن به فهو تشريني من يحتال عليه هو متشريني وهذا ينطبق على كل الأفكار الرايدلوجيات السياسية الأخرى حزب الدعوة مو هذا حزب الدعوة هستخيز علون عليه حزب الدعوة الذي أنتج في وقته بالستينات ويقولون من تصف الخمسينات والسبعينات مو هذا فيه مو هذا حزب الدعوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة